هذا البرنامج برعاية زين اهلا بكم الى قسة الاعمال من سي ام بي سي عربية انا الطيب عبد الماكد هذه ابرز الاجندة على الطاولة لهذا المساء دانيلي توقع اتفاقات قيمتها 5.7 مليار يورو في ايران اما بريطانيا فتدرس السماح للبنوك الايرانية باستئناف العمل في لندن ومصر تستهدف خفض فاتورة وارداتها بنسبة 25% خلال العام الحالي اهلا بكم تعتزم دانيلي انسي الايطالية توقيع مشروع مشترك وطلبيات توريد قيمتها الاجمالية حوالي 6 مليارات و 170 مليون دولار في ايران واضحت الشركة ان المشروع المشترك يتعلق بصناعة الفلزات وتقدر قيمته بنحو ملياري يورو وسيكون بمشاركة مجموعة من المستثمرين الايرانيين والاجانب وسيستخدم المشروع اخام الحديد والطاقة لانتاج المكورات تدرس الجهات الرقبية البريطانية السماح لبنكين ايرانيين في لندن باستئناف النشاط بعد سنوات من العقوبات ولا يتم السماح لبنكي ملي وفارس الدولي بالعمل في بريطانيا الا بعد استفاء معايير الشركات المالية لبنك انجلترا المركزي ويجري البنكان محادثات مع الجهات التنظيمية والخزانة البريطانية بخصوص استئناف الانشطة في بريطانيا منذ شهور وقعت سايبما الايطالية مذكرة تفاهم مع ايران لتعاون في مشاريع رئيسية وعضحت شركات الخدمات النفطية الايطالية ان المذكرة الموقعة تتعلق بتطوير وتحديث مصفاتي التكرير بارس شيراز وتبريز بحسب مصادر ستعلن سايبن في وقت لاحق عن صفقة قيمتها بين 4 الى 5 مليارات دولار لبناء خط انابيب بطول 2000 كيلو متر في ايران تعتزم بيجو سيتروين عقد اجتماع لمجلس الادارة لمناقشة فرص العمل في ايران ومن المتوقع ان تشهد زيارة الرئيس الايراني لاوروبا توقيع صفقات واتفاقات بمليارات الدولارات في شتى القطاعات مع سعي ايران لانعاش اقتصادها وبحسب مصادر صحفية ايرانية قد تضع ايران خودرو وبيجو اللمسات الاخيرة على مشروع مشترك قيمته 541 مليون دولار لانتاج سيارات بيجو في ايران تستهدف مصر خفض فاتورة وارداتها بنسبة 25% خلال العام الحالي وذلك باتخاذها اجراءات عدة لتنظيم الاستيراد تلك الاجراءات جاءت بعد ان بلغ عجز الميزان التجاري لمصر نحو 10 مليارات دولار في الربع الاول من العام المالي الحالي يبدو ان قرارات الحكومة المصرية لتنظيم الاستيراد بحظر استيراد 24 سلعة الى السوق المصرية الا بعد تسجيل منشئها وتنظيم قيد الشركات المصدرة لسلعها للسوق المصرية لم يثر حفيظة البعض في الداخل فحسب بل امتد ايضا الى عدة دول طالبت بتقديم توضيحات بشأن الضوابط الاخيرة للتصدير للسوق المصرية تلقى الضوابط التي تستهدف خفض فطورة واردات العام الحالي بنحو 20 مليار دولار بعد ان سجلت 80 مليار دولار في العام الماضي هل في سلعة عندي الطاقة الانتاجية التي تسمح بانتاج هذه السلعة لو كان عليها طلب داخل السوق هل دي هتأثر على الموازنة العامة للدولة ولوش هتأثر هل ان انا تتفق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية دولي تي او ولا لا هل دي هتأثر على البطالة ولا لا يعني العملية دي كلها كان لازم تندرس ولذلك انا متحفز على هذا القرار بهذا الشكل القرار الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مارس المقبل لقى اشادة من جانب المصنعين الذين اعتبروه اداة مهمة لضمان جودة المنتجات المستوردة من ناحية ومن ناحية اخرى تشجيع الصناعة المحلية وزيادة قدرتها على المنافسة العادلة مشكلة العجز المتزايد في ميزان المدفوعات المصري يعني ميزان المدفوعات العملة الاجنبية اللي بتدخل مصر والعملة الاجنبية اللي بتخرج من مصر هذا العجز بيتزايد لعدة اسباب ودرسناها معاه وهو على وعي شديد به اول سبب تراجع رقم الصادرات في مصر رقم الصادرات نزل السنة دي حوالي 26 فمائة يقال 22-26 طب ليه؟ لأن تكلفة الانتاج في مصر متزايدة متضخمة يذكر أن تلك القرارات بمثابة الخطوة الثانية لتنظيم الاستيراد بعد قرار مركزي مطلع يناير الحالي بالحصول على تأمين نقضي بنسبة 100% بدلا من 50% على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية ناد عبد السلام سي ام بي سي عربية القاهرة ذكرت شركة دلويت المالية المحدودة بأن القطاع العقاري في دبي قد شهد نموا يفوق من حيث النطاق والمستوى أي سوق عقاري آخر في العالم خلال الثلاثة عشر عاما الماضية إلا أنه قد عانى كغيره من الأسواق الإقليمية والدولية من آثار الأزمة المالية العالمية كشفت دلويت بأنه على الرغم من التحديات التي تواجه القطاع العقاري في دبي فإن هذا القطاع يوفر عددا من التوقعات الإيجابية لعام الفين وستة عشر معي هنا في الاستوديو السيد روبين ويليامسون مسؤول القطاع العقاري في دلويت المالية المحدودة اسمح لي أن أرحب بك معنا وكما ذكرتم في تقريركم بأن القطاع العقاري في دبي ما قبل الأزمة أعني الأزمة المالية 2008-2009 والتي استمرت أثارها وما بعد الأزمة هو قطاع مختلف يبدو أنه الآن أكثر نضجا الآن أود أن أقف على تأثيرات دعنا نسميها ليست تيب الأزمة المالية لكن أزمة اقتصادية في العالم من المؤكد وطباطئ اقتصادي كبير وتراجع في أسعار النفط ما هي تأثيراتها على القطاع العقاري بشكله العام هذا سؤال ملفت فكما قلت أنت قبل قليل منذ العام 2008 وحتى العام 2010 رأينا ازدهارا في السوق في دبي طبعا وكان هناك ارتفاع في الأسعار في جميع الشرائح وبعد الأزمة المالية العالمية رأينا تغيرا كبيرا وتصحيحا في السوق وبعد ذلك كانت هناك عودة إلى الوضع الطبيعي وما نرى حاليا هو أن الأسواق بدأت تنضج وهذا الأمر مرتبط بعوامل خارجية لكن التأثير أقل مما كان في السنوات السابقة نعم سيد روبن التوقعات تشير إلى دخول حوالي 40 ألف وحدة سكنية ونحن نتحدث الآن عن القطاع السكني إلى السوق في العام 2016 لكن كثير من المقاولين والمتعهدين يقولوا بأن الرقم الأكثر واقعي هو 10 ألاف وحدة حدثني عن أداء القطاع السكني في 2015 ونحن نستشرف 2016 ما الذي سيكون عليه الوضع بالنسبة لدبي وكما قلت نجد نضوجا في القطاع السكني في الإمارة حيث حصل تراجع في أسعار المبيعات بـ 10% وكان هناك تراجع في الإيجارات بـ 3% لكن هذه الأمور يجب أن توضع في سياقها إذا نظرت إلى سنوات الأربعة الماضية فهذا يمثل معدل نمو سنوي مجمع بـ 12% وهذا يضاهي ما نرى في لندن وسينغافورة وسيدني وباريس إذن يجب أن ننظر إلى الأمور في سياقها بالنسبة لموضوع تسليم الوحدات نعم 40 ألف وحدة شيرة إليها في الصحافة ونحن خضنا محادثات مع المتعاهدين والمقاولين والرقم الأقرب إلى الواقع وعشرة آلاف وحدة وهذا يعطي إحساسا قويا للسوق بأنه سيكون لدينا معروض أقل وهذا الأمر سيتوافق مع الطلب نعم هذا عن القطاع السكني دبي كما تعلم وهي مدينة متميزة سجلت حضور كبير في العالم خاصة على مستوى العقار أيضا تتميز باختلاف وجهاتها حتى داخل الإمارة هل ينعكد ذلك على الأسعار بمعنى أن هناك أماكن ربما لا يشملها التغير في الأسعار هي مرغوبة على الدوام وأماكن أخرى ليست كذلك هل هناك مثل هذا التصنيف كما قلت دبي تفوقت في الأداء على بعض الأسواق العالمية وهي تنضج إذا أخذت قطاع الضيافة فهو يخضع لقوى محركة مختلفة ونحن توقعنا تراجعا طفيفا في معدل الإشغال بنسبة 1.4% وتراجع في المعدل وسطي للإيجارات ب7.4% لكن هذا الأمر يجب أن يؤخذ ضمن السياقي العام فنحن في مستوى مدن مثل برلين وباريس وطبعا هذا الأمر متأثر بالسياحة وإذا نظرت إلى سوق سياحية في دبي فنحن رأينا 14 مليون زائر يأتون إلى دبي العام الماضي وهذا نمو بـ 8% إذن هناك قوة في السوق السياحية في دبي سيد روبين ماذا عن القطاع المكتبي هذه سوق بارزة أيضا نعم وتماشيا مع ما قلته من قبل السوق السكني ارتفع في أواصل العام أو أول خمس سنوات من الفيال الجديدة ثم حصل طواطل حاليا هناك استقطاب هناك بعض المراكز المرغوبة منطقة المركز أو سوق دبي المال العالمي فيها منتجات ممتازة والإيجارات الطبيعية وهناك مناطق ثانوية ليس فيها نمو في الإيجارات لكن هذا أمر مفهوم فهذه ديناميكية سوق وبالتالي نحن نظر إلى السوق الأساسية مثل منطقة DIFC نتوقع أن تكون أقوى هي شبيهة ب ICD بروكلين التي اطلقت الأسبوع الماضي ونحن نتوقع لهذا المخطط أن يجتذب الكثير من المستأجرين في DIFC أو مركز دبي المال العالمي جيد هذا حديث مهم دعنا ننتقل إلى جزئية مهمة تهم الكثيرين تجارة التجزئة ودبي بطبيعة الحال أيضا تسج الحضور كبير في هذا الاتجاه ماذا عن توقعاتكم للعقار الخاص بقطاع التجزئة من حيث الإيجارات المولاة الضخمة في دبي مقارنة بأماكن أخرى ما هي توقعات تقاريركم التي تستند إلى الأرقام والمؤشرات بطبيعة الحال هناك بعض المولات الممتازة في دبي مثل مول إمارات ودبي مول هي مولات عالمية وتعتمد على حركة سياحة التي تطرقت إليها قبل قليل وعلى رغم من ذلك وفي ضوء العوامل الخارجية التي أصابت سوق الروسية وسوق صينياء الأمر الذي أدى إلى تراجع عداد سياح من هذه الدول نوعا ما ولكن مع ذلك نتوقع أن يكون لدينا استقرار في سوق الإيجارات وتحديدا في القطاع التجزئة أقصد السيد روبين ويليامسون مسؤول القطاع العقاري في دولويت المالية المحدودة شكرا أن وضحتنا في أجواء العقار من خلال تقاريركم في دولويت شكرا جزيلا لك لازفتم تتابعون جلسة الأعمال من سي أم بي سي عربية فيها بعض الفاصل رفع الدعم في عمان سيعزز شراكة القطاع العام والخاص أهلا بكم من جديد ذكر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بأن المؤسسة تدرس استخدام السندات والسقوك وسندات المشاريع لتمويل مشاريعها المستقبلية وأشار إلى أن المؤسسة وشركاتها التابعة سيركزون على قطاع البترو كيمويات لتحقيق التنوع الاقتصادي متوقعا بأن يتم إنفاق ما يقارب المئة مليار دولار من الاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة لتحقيق التوجهات الاستراتيجية المعلنة قال رئيس هيئة الطيران المدني السعودي سلمان بن عبدالله الحمدان في حديث خاص لسي أم بي سي عربية قال إن الخسخصة هي أحد محاور الخطة الاستراتيجية لدى هيئة الطيران المدني وأشار إلى أن الهدف الرئيسي منها هو مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الحيوية والارتقاء بمستوى الخدمة الخسخصة هي حقيقة أحد المحاور الرئيسية في الخطة الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني منذ فترة قريبة وهو حقيقة هذا البرنامج هو امتداد للاستراتيجية السابقة كما تعلمين كما يعلم الأخوة والأخوات المشاهدين أن المملكة حقيقة شاسعة الأطراف يوجد فيها 27 مطار والهدف الرئيسي من برنامج الخسخصة واحد اللي هو الارتقاء في مستوى الخدمات بالنسبة لمطاراتنا الشي الثاني أنه إحنا لدينا هدف أساسي وهذا ضمن توجه قيادتنا الرشيدة في هذا البلد الكريم في مشاركة القطاع الخاص في العديد من المشاريع الحيوية الخسخصة لا تنحصر فقط على المطارات تحديدا وإن كانت هي أحد الأهداف الرئيسية وإنما نحن لدينا توجه حقيقة يعني واضح بالنسبة إلى تحرير السور من جانبه قال وزير التعليم السعودي أحمد العيسى إن الوزارة تعتزم تحويل بعض المدارس الحكومية إلى مدارس مستقلة تعمل من خلال مؤسسات اقتصادية وأضاف في لقاء مع سي أم بي سي عربي على هامش منتدى التنافسية الدولي أن الوزارة تسعى إلى تمويل إنشاء المباني التعليمية الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص سنحول بعض المدارس الحكومية إلى مدارس مستقلة تعمل من خلال مؤسسات اقتصادية صغيرة ومتوسطة ونتمنى أن يشارك بها التربويين بشكل أساسي الذين لديهم خبرة في مجال التعليم في تأسيس هذه المدارس وفق شراكة مع الوزارة وبدعم الوزارة فيما يتعلق بالمناهج وفيما يتعلق بالمعلمين وبما يتعلق بالمنشآت التعليمية والهدف طبعا هو إيجاد بيئة الإدارية والتعليمية مختلفة ونتمنى أن توسع فيها خلال الخمس سنوات القادمة لتشكل نسبة كبيرة في القطاع التعليم الحكومي التعليم توقعت شركة الاستشارات العقارية الدولية الرائدة كلاتونس بأن رفع الدعم عن أسعار الوقود في سلطنة عمان إلى جانب إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة لترشيد الإنفاق قد يوفر حافزا مشجعا لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في سوق العقارات واستفاد سوق العقارات في عمان بشكل عام من الاستقرار النسبي في مستويات توليد فرص العمل في السلطنة التي تواصل زيادة إنتاج النفط لضخ الثقة في الاقتصاد كما أن استمرار الإنفاق على البنى التحتية قد عزز الثقة في قطاع الأعمال وساهم في تحقيق الاستقرار في الأسواق السكنية والتجارية في السلطنة معي مباشرة من لندن سيد فيصل دوراني مدير الأبحاث لدى كلاتونس للحديث أكثر في هذا الخصوص اشرح لنا أولا سيد فيصل بعد الترحيب بك كيف أسهم رفع الدعم وسياسات التقشف في تقريب الشقة بين القطاع العام والخاص في سلطنة عمان مساء الخير كما هو الحال في معظم دول المنطقة الأخرى كان من الحتمي أن ترفع عمان الدعم عن الطاقة لتسير على خطى دولة الإمارات وقطر والسعودية والبحرين حيث رأينا رفعا للدعم عن الوقود في عمان وما فعل هذا الأمر فإن الحكومة فتحت المجال أمام بشكل جديد من الإرادات بالنسبة لها وبفعلها لذلك فهي سوف تشكل فائدة للقطاع العقاري فإغلاق ميناء السلطان قابوس العام الماضي خلق مركزا جديدا لإعادة التطوير في المدينة وهناك خطط لإنشاء 1500 غرفة فندقية ومئات شيخاق السكنية وأيضا منتجعين جديدين ومن الناحية التاريخية المستثمرون العقاريون لم يكنوا خادرين على الإسمار على نطاق نواسع في عمان وكل العمليات كانت تمول عن طريق الحكومة إذن للمرة الأولى لدينا فرصة للمستثمرين الدوليين للدخول والمشاركة في تمويل مشروع أيقوني دعنا سيد فيصل نتحدث أنت تعلم أن هناك دول خليجية عملت على رفع الدعم عن الوقود وتحريره إلى ما ذلك ويبدو أن بعض الدول الأخرى ربما هي في الطريق إلى ذلك إلى أي مدى عمان مرشحة لإطلاع بهذا الدور وهل ما يصلح في الإمارات من الممكن أن يصلح في عمان مع اختلاف الظروف الاقتصادية نعم أعتقد ذلك ففي الإمارات دعم الوقود شكل 7% من الناتج محلي الإجمالي وهذا أساسي من دخل البلاد والحكومة قبل ستة أشهر في الإمارات قررت رفع الدعم عن الوقود بصورة تدريجية والانتقال نحو نظام تتحدد فيه أسعار الوقود بشكل يومي وعندما حصل هذا الأمر قبل ستة أشهر بين عشية وضحاها رأينا أسعار الوقود تتراجع بـ 30 إلى 40% وهذا الأمر تركت تبعات كبيرة على السوق الصناعي هذا يعني أن إنتاج السلع باتت أقل وهذا الأمر سينتقل إلى المستهلكين عمان اتخذت الخطوة بعد ثمانية أشهر من الإمارات برفع الدعم عن الوقود من أجل تنشيط اقتصادها في هذه الفترة الجديدة والحقبة الجديدة من خفاض أسعار النفط ونحن نعتقد أنه سيكون لدينا تأثير مشابه على الاقتصاد العماني كما تعلم سلطنة عمان سيد فيصل هي دولة تعتمد على النفط بشكل رئيس الآن في ظل تدهور هذه الأسعار هي في حاجة وحاجة ملحة إلى إيجاد بدائل ما هي الميزة النسبية للسلطنة في هذا الاتجاه؟ كما عشرت أنت عمان لدي اقتصاد أقل من نصاد الإمارات حيث أن 60% إلى 80% من الناتج محلي إجمالي يعتمد بشكل حصري على الدخل من النفط ولدينا أمران يساعدان النموف في عمان حاليا أولا الحكومة العمانية قررت زيادة حجم النفط المنتج من أجل التعويض عن التراجع في أسعار النفط وهذا الأمر ساعد في ضخ الثقة في الاقتصاد وأدى إلى استقرار معدل إيجاد الوظائف ثانيا لدينا صندوق الدعم الخليجي الذي اتفق عليه قبل بضع سنوات حيث أن عمان تتلقى 10 مليارات دولار من الدول الخليجية الأخرى وهي سوف تستعمل في عملية تطوير البنية التحتية في البلاد والحكومة العمانية تستعمل هذه الأموال لتطوير البنية التحتية سواء الطرق أو السكاك الحديدية وأيضا الاستثمار في مطارات جديدة وفي مجمعات سياحية متكاملة وهذه مناطق مخصصة لملكية كاملة من الأجانب وهي عادة يكون عليها الطلب مرتفع من العائلات التي تنتقل إلى عمان لتعيش هناك للمرة الأولى ومن خلال الملكية في هذه المجمعات السياحية المتكاملة هذا الأمر يمنح الفرصة لإقامة دائمة في عمان وقد ثبت نجاح هذا المشروع وكما قلت قبل قليل من خلال إعادة تجديد ميناء السلطان قابو سيكون لدينا مجمع سياحية متكاملة يطور هناك وسيكون هناك منتجعات فندقية وهذه منطقة غير مستغلة بصورة كافية في عمان لكن قطاع السياحة يتنامى فيها من خلال فتح الفرص أمام التمويل من قبل المستثمرين الدوليين في القطاع العقاري وهذا الأمر سيشهد أيضا زيادة التركيز على القطاع السياحي نعم إذا أخذنا في الاحتبار أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص في السلطنة كانت محدودة لصغر حجم هذا السوق نسبيا لكن يبدو الآن أن الفرصة أكبر لعقد هذه الشراكة أنا أشكرك مباشرة من لندن السيد فيصل دوراني مدير الأبحاث لدى كلاتونس شكرا جزيلا لك إذن كان هذا هو كل ما لدينا في جسد الأعمال لهذه الأمسية تحياتي والفريق العامل في هذا البرنامج منتج هذه الجولة علي فتوح مخرجها سلمان زين الدين في أمان الله هذا البرنامج برعاية زين اشتركوا في القناة